وكمان سفر الرؤية بيعطي كده اقتباس عن مجيء المسيح ثانية على السحاب صحيح صحيح بقول برؤية واحد سبعة متل ما تتفضل هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين أو تقول سيرون سترون وعين كل عين ما في وقت ندخل ليش بقول سيرون لأنه في ناس أموات في ناس أحياء في ناس أحياء مؤمنين في ناس أحياء غير مؤمنين حناءة المسيح ولا يكبول وستنظره كل عين والذين طعنوه وأنو عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين وبرؤية 14 14 هي سهل نحفظها ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان وانتبه هنا أقول شبه ابن إنسان لأنه نقاط عم يستعمل تعبير لألنا لنقدر نحن نفهمه لكن شكل المسيح في حياته على الأرض يختلف تماما عن شكلي بجسده الممجد حين سيأتي لدرجة أن المسيح بعد ما قام كتير متلميذ وما عارفوه كان لازم يذكرهم فرجيهم وكيف سيكون شكله على فكرة شوف خي نزار غنى الكتاب المؤدس بدانيال سبعة مثلا بيوسف الله بدانيال سبعة بول كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام أي الإله الأزلي لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسي كالصوف النقي عرشه لهيب نار وبكراته متقدة نهر نار جار وخرج من قدامه يصف الله كذلك لو ترى كيف يصف يسوع في مجيئه برؤية واحد يصفه نفس الوصف شعره كالصوف وجهه كالشمس ترى أنه شبه ابن إنسان هو إنسان لكن شكله تغير أصبح في مجده الأبدي الآن في أول مرة أتى إنسان وضيع راكب على جحش ابن أتان المرة الثانية سيأتي على فرس أبيض ملك ومكتوب على فخده وعلى جبهته ملك الملوك ورب الأرباب ملك الملوك ملكم ملكم